السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخوتي كيف حالكم كل شي مزيان مرحبا بكم الاخوان على هذا اللايف هذا غاديكون سريع الاخوان غاديكون قصير هذا اللايف هذا مش طويل كيف ما كتشوفوا دور عدنا هنا ال 12 و 40 دقائقات قريبا دي الليل مرحبا بالجميع وش مازال فايقين ولا نعسو مهم موضوع دينا اليوم الاخوان غادي نهضروا مطابعة حال على الكنترات عقود العمل مرحبا بالجميع ونهضروا كذلك المدة دي الرخصة الاقامة البرمجزة مرحبا بالجميع المدة دي الرخصة الاقامة هنا في إيطاليا نهضروا على عقود العمل الناس تسويوا الواج مازال كونترات كي يخرجوا ولا لا نشارك معاكم هذا الموضوع الاخوان مرحبا بالجميع مرحبا بكم الاخوان مرحبا تحيي لصاحب اول لايك واول تعليق واش فوجا تخرج مرحبا نجاوبك خويا موديل السي موديل السي فوجا نشوف فوجا مرحبا خويا نابولي مرحبا بك السلام عليكم طارق خويا مرحبا واش فوجا تخرج أنا معك خويا نجاوبك حاليا فوجا حابسة ونشارك معكم التواصلت اليوم مرحبا بجامع كما تشوفونا خارج من الخدمة خرج من الخدمة 12-14 دقائق هذا المهم لا نجاوب في الخاص نتواصل برسائل كثيرا كثيرا لا يمكن أن ينهز تليفون ونجاوب على الخاص المهم أخويا يونس كوزينسا حاليا اي كونترات وصلت بها شهر خمسة شهر خمسة اخوان قلت لكم الأغلبية خرجوا في شهر خمسة وبحال هذا الوقت مع 12-40 دقائق قدرت وقلت لكم شوفوا الأخوان الأغلبية خرجوا في شهر خمسة المهم الناس تشارك معي موديل سي وموديل بي ويلا توصلوا بهم كذلك ممكن أن السيد يدفع لك يقول لك لا ترسل لك وعندما ترسل لك ترسل تاريخ ولكن لها لا ترسل تاريخ ولكن لهم مجهد نفس تاريخ تاريخ كاملين لكن أغلبية الخرقات فهم شهر خمسة وقلت لها تم إعطيها العفل لماذا تعطي العفل لكما ترسل 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 من العفل حتى ترسل ترسل يخلص بشهر خمسة مع السيد أو محاسب المحامي أو أصحابه يعني السنسلة من واسية الواسية إلى السمسار يجعله للمانا ويأخذ للمانا هذا ما على المعطلة سترسلها لك ستجد التاريخ للأخر في الشهر 5 الأغلبية تخرجه وقالت لكم شاهد الشهر 5 للأخر في الشهر 5 من السوء وعشرين إلى السوء وعشرين الأغلبية في الشهر 5 فهمتوني يا إخوان أعلى الجد كانوا خرجوا في الشهر 5 وشاركت معكم حتى بولونيا كانت توصلت بزاف بولونيا وشاركت معكم بولونيا المهمة، أنا كانت توصل حد الآن حد الساعة وليوم بزاف الاخوان توصلت بالكوانترات موديل البي أو موديل السي ما سألتواه أقوله سوفر سليا الروسي وكل شيء فإن طلب على الكوانترات وقالت تاريخ بأنه ودراء شهر 5 ويأتي السيدة التي توصل بها لأنه يتحدث بزاف الناس يقول لك أنه خرجت الفلان غير البارح أو غير اليوم وراء جارنا، والأولد عمي، أو يأتي من العائلة أو لا، يلا توصل بالكوانترات ولكن التاريخ رائع قديم وراء الله جابها لي السيدة يلا رسلها لي السيدة ويأتي الله أخذها من عند هذوك يقول لي أن يأتي بي لامانة ومراحبا بك هذا الشيء الذي يتحدث بها مع الناس مع الناس مع الناس مع الناس ويأتي بي لامانة 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 المهم، نحاول أن نحاول أن نجاوب على الأسئلة وندخل في الموضوع الأخر المدة من الرخصة الإقامة ستأتي هنا لأن رخصة الإقامة تلعامين ولكن بشرط مطابع على حسب الـ المهم الذي يكتب لك السيد ما هو المهم؟ المهم، الذي يدفع في الشهر جوج ويأتي تخرج لك المهم يدفع في الشهر جوج القانون تفتح 27 في شهر 3 لا أعرف ما حدرت القانون الشهر جوج إذا كانت داخل قوطة وحسبة طلب مقبول ستخرج لك سأرى مؤخراً سأخبرت موضوع السيد 2022 ولكن طلب مقبول كان لك نقص الوطائق ولا طلب في المعالجة في الشهر 4 من المهم المهم المهمة 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 لا 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 اشترك الحub اشترك ما تصمع سمعوني مزيان إخوان أي واحد عنده مع الواسط كيتسامع معه دائما أولا مع عاشي واحد متوسط لي هنا يعني من العائلة دياله أولا مع الباترون ديريكس وقل له شوف سوى البريفيتورة واش بدات الحصة التانية ولا مبدأتش هذه الحصة اللي اعطاهم مطابل الحار سيكون تقسيم الربعين ألف اللي هي زادوا كاملة في العقود الموسمية فلاحة والسياحة والفندقة يشوف واش اعطاهم كل عمل الحصة ديالها ولا لا نحن نسنى وإذا نسنى التقسيم إن شاء الله اطلع التقسيم ديال لكل عامة نحن نشاركه معكم بحل التقسيم اللي شاركت معكم اللي اولا الاخوان بحل التقسيم اللي شاركت معكم اللي اخوان اخوة يونس زيدني في بالك الله يسترلك يا ربي آمين أخوة عزيز طلعني أنا غاد نطلعك اخوة غير شوف عبدو عود كسب لي يا اخوة غاد نطلعك غاد نعطي واحد المعلومة اخوة بالزربة مثل مع الناس الذين because youtubeonents يقولونкрет الاعامين في السعال اخوة غادن حائر اخي يونس اخير اجل اخوprofits لا يوجد اخير اجل في التقسيم اما باحرن حبس الاتقسية لا ي당 margin نهار تكملaku هاد الضغط في المثال فوجة أعطيناها ألف كونترا موديل لسي عقد عمل موسمي و ألف كونترا في عقد عمل غير موسمي فاذا تسالي هذه الألف لن تصدر مطابعة الحال سالات الكوطة ديالها فهمتوني أخر كونترا تساليها سوف تسد هذا هو أخر أجل لا يوجد تاريخ إمتى نبدأه إمتى نسالي ولا يوجد قانون جديد قانون جديد تمت موافقة عليه ولكن إمتى ما زال ما محددوش تاريخ غير يطلع التاريخ أنا معكم الأخوان سنطلعك أخوي يونس روفيغو روفيغو موديل سي موديل سي جميع العملات أنا توصلت بقونترا دي الجميع العملات موديل سي وبي روفيغو فينيتسيا بادوفا كل شيء ولكن تاريخ الأخوان را قديم تاريخ فيهم قديم شهر خمسة و شهر سستة الأغلبية ديالهم شهر خمسة أما دابا حاليا ما كينحتاشي كونترا ما كينحتاشي كونترا الكونترا اللي قديم بدا وطلعو دابا ديال الشهر سبعة سمعوني مزيان وهوما موديل السي الفلاحة السياحة والفندقة في الكوطة اللي زادوا والإخوان الكوطة اللي زادوا موديل با ما تزادش طيب هي الريميني بطلع حسنا الأخوان بالنسبة أنا سوف نحاول أن نجاوبكم واحد المعلومات يزدربها والإخوان و أتهمكم كامل يجل هنا خاصوا يعرف هذه المعلومات قل لك عامين وش كينة في الوراق ولا لا المهم عامين راها كينة في الوراق ولكن عندما نرى أي واحد يدفع طلب و يدفع الكوطة نعرف بأن الكوطة فيها موديلات بزاف و ينواع بزاف الكوطة مثل BPS B-C L-S V-A V-B و موديل C و موديل B سوف نكتافيه موديل C و موديل B نعرف بأن موديل C هو عقد عمل موسمي يعني كوطة موسمية محدودة ممكن ثلاثة شهر ستة شهر أو تسعة شهر هدو فش تجيل هنا لإيطاليا أرى معروفة كتأخذ المدة التي معمر لك الباترون معمر لك الباترون على ثلاثة شهر كتأخذ ثلاثة شهر في البرميسو و في السجور ستة شهر كتأخذ ثلاثة شهر أو لك معمر لك الشهرة يعني تسعة شهر كتأخذ تسعة شهر و هذا البرميسو الذي هو محدود ممكن أن تدير له تغيره تأخذ يعني هنا تبقى في إيطاليا و تأخذ هذا البرميسو كتأخذ العام من بعد تسعة شهر ولكن إمتا كتأخذ العامين سمعوني مزيان دابنتم أي واحد عنده الكنترا أو تتوصل بكنترا و كل شيء الصفحة الأولى كتأخذها كتأخذها المعلومات الباترون كتأخذها العمالة من خارج الكنترا كتأخذها و التعامل غير موسمي في الصفحة الثانية تبقى فيها المعلومات من السندس و المال المال السندس و الذهاب المال و كل شيء و كل شيء ولكن يجب التعامل كتأخذ المزر بعد المال 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 عندما تحصل يمكن في البرميسو أو تأخذ سوف تأخذ عام لأنه معمر لك 12 شهر سوف تأخذ في البرميز والسجور لك عام كنهضر على موديل لبي الإخوان في حالة ما الباترون دير لك ما كنش غايدر لك كسر كينا إما عام وإما إن دي ترميناتو في حالة ما إلا الباترون دير لك عقد عام اللي هو دائم سمعني مزيان دائم في موديل لبي سوف تأخذ هنا لإيطاليا إن شاء الله سوف تأخذ عامين قرر الكنترا ديالك وشوف شنو مكتوب فيها مكتوب فيها 12 شهر سوف تأخذ العام أي قطع كنتي خدام فيه أي قطع كان الباترون ديالك ما محددش لك ودير لك ودير لك ودير لك ودائما الموديل الأبي كتجي هنا فش كتدفع لوراق ديالك كتتأخذ عامين فش كتتساريك في الميتال هذه العامين وبقال الباترون دير لك عقد عام اللي هو دائم كتتأخذ ثلاثة سنين من بعد هذه العامين لأنه في تاريض نتاق عندك غير العام و جيت هنا ودفعت وخديتي عام يعني معمر لك الباترون على 12 شهر و جيت هنا وخديتي العام فش غاد يعود يجدد معك الباترون ولا لقيت شي باترون آخر اللي غاد يجدد معك وانت عندك برميس ودير لدي العام ودير لك الكنترا ديال ديما محددش 12 شهر ثلاثة شهر ثلاثة شهر ثلاثة سنين يعني ما الاحصل الباترون يدير لك عقد عمل اللي هو دائم باش تاخذ ثلاثة سنين في التبدال ان شاء الله يعني باختصار عندك كونترا موديل لبي اندي ترميناتو فش كتجي لهنا لإيطاليا كتتأخذ عليها عامين كان دير لك 12 شهر كتتأخذ عام سمعتين الاخوان شحال عندك توقيت توقيت وتنسا توقيت موقع معروف لك موديل بيت خرجات موديل بيت اخويا اللي حافظك بغيت نمر ديالك دخول عندي الخاص اخويا عزيز السلام عليكم ممكن نوريك الكونترا مرحبا لوحاف الخاص اخويا الوزاني لوحاف الخاص اخويا را كنتواصل في الخاص را عندي ميساجات بزاف دك شاش مرا كنشوف كل شيء اخويا اللي اخرج من الخدمة سوف نرى دابعا هنا الوحدة ونسكين شيء مواعيد دابعا ما زال حابس المواعيد ما زال حابس المواعيد ما كيني انشاء الله سلام اخويا بغيت نتأكد مواحد الوزاني اخويا اسامة اسامة لانننخل خاص من بعد ان شاء الله لابعا وصلت مسخصق ندخل الدار ندوش ناكل و سنطيع سافة و سنطيع سوف يغادر الناس اخويا الريميني اخي اخويا اخي احمد تتخرج اخوة فقط الأفضل الموضوع الذي فتح فيه سهر 5 كالبال فقط الأغلبية ترجع الوضع لك الوضع بميام قمت بجانب الوضع و تعرف الوصلين الثاني يتم إعطائك اختلف لا يعانيك بلحساب کیونال محدودة او ديما فيها تسعة شهر فيها عام على حساب فهمتوني يا الاخوان موديل سي راقوزا ما بقاش شابنت لي اتشي حاجة في راقوزا الصراحة موديل سي يكذب عليك شي واحد يقول لك ها هو ما خارجين او لا بك يخرجوا على الجهد شوفوا كنت شاركت معاكم بذلك النهار قلت لكم شحال كانت تسعين في المئة اللي تخدمت وبقى عشرة في المئة رادك شي كنجيب لكم هنا الهضرة من المصدر دياله يعني صافي راهم سالة وهذا الشي لولدك شي علاج زادوهما هاد القوطة التانية ديال ربعين الف رانا قلت هاليكم الاخوان ما صراحة مكن بغيش نصدم شي واحد حتي بقيت سنة وقول له صافي وننصد عليه الواحد تنقول لي ما تفقدش الامل كانت بقى تسعين كانت خدمة تسعين وبقى عشرة راهم سالة وها را يفزززادوا هاد القوطة هذي السلام عليكم خويا خاصني كونترا ما كان بيعوش كونترا ما زلت لاشياء يا نعم يقول لك را بغيت كونترا ما كان بيعوش كونترا ما كان بيع وشري وما انقضار المملك حتي شي واحد يعني شي واحد تيقى ما انقضار المملك من عرفت شي واحد تيقى انا عطيت بعتي معلومات على القانون امتى تسد كيف حال طالبي حول حتى تنقى تنقى كيف اشتقرار روسي كيف اشتقرار الكونترا ديلك والله يسهل عليك يظهر عليك اخويا ليسهل عليك يدخل عندي الخاص مرحبا تمام كوي يونس تحيياتي لكم كامله شوفي شي كونترا اخويا ارما كنبيعش انا كونترا اخويا شوفي كونترا كتبيعها اي اخويا لا اصراحة ما كرات كنعمكم والله مكرات انا قسم لكم بله والله مكرات كن كان في ادي شي حاجه ما يكون هذا الذي يكره فلوس ولكن شئ واحد يتعامل معه تيقى ونضمنه لك لا نستطيع و لا نعرف شئ واحد فهمتني يا أخوتي لا نستطيع تيقى و لا نضمن لك حتى شئ واحد سوف يدفع لك كل شيء و لا تدخل لك الحصة سوف يدفع لك معطل و انت عاطيت السباق و انت عاطيت فلوسك و كدت سنة من الأحسن نرى شئ واحد تتعرفه قريب لك و تمام اخويا و انجوبني الله يرحم لك الودي و اش عندي 10 و 12 دقيقة الكوطة اللي دافعين ممكن دخل ممكن دخل في الكوطة الجديدة ممكن دخل الناس اللي دافع مع الجمعيات يقدروا يدخلوا الناس اللي دافع مع الجمعيات قدروا يدخلوا عندهم كوطة طالعة معرفتش نمرتك السلام عليكم تمام اخوان سوف نتعرف بخوتي شاركت معكم هذه المعلومات و ان شاء الله لك شي جديد سوف نشارك معكم دائما عقود العمل سوف نتعرف على المواعيد سوف نشارك معكم بالحال المواعيد ما زال الاخوان مفتوحين اخويا واشي تحل القانون في شهر عشر حتى شو واحد ما عرف قانون جديد امتى قد يتفتح هما وافقوا على القانون حدوا القطاعات كاملين اللي خاصين وورا القطاعات بزاف الاخوان يعني قطاعات كاملين كينين كل شي كل شي كين لابنتق اللي كي تسنى بغى يدفع خاصه ضروري يلقى شي واحد يدفع لي وما تسنىش حتى يتفتح القانون انا نقولك من هنا الناس اللي بغى تدفع ولا اللي بغى تعود تدفع لمسالش علي الله فالقانون هذا ما تسنىش حتى يتفتح القانون عاد تدفع خاص دابة سمعني نقولك مزيان وبارتاجي هذا الفيديو هذا مع السيد اللي كتعرف بغى يدفع خاص دابة يدرك في البال تعطي الباسبور تحط معها نقاط على الحروف ويقوله شوف حطني في الليستة باش يتفتح القانون قبل ما يتفتح القانون يبدو يعمر الموديلات والنماديج النوع الموديل يعمر لك طالب ويوجده للنقر السريع حتى يكون النقر السريع عندما يتفتح القانون ويسابقك تلول ودخل هذه الحسة والكوطة العملية باش خرجك الكنترا باش ما تبقاش تسنى بحال دابة الواحد ما دافع لي تقال العشرة ولا هو القانون تفتح مع التسعود وما زال كي تسنى ضروري التوقيت كيلعب دور والوطائق مهمة بزاف دي الباترون خويا واش ممكن تعرف الكوطة واش خرجات ولا مع العلم ان الروسي عندي بشارية ان الروسي عندي ان الروسي ان الروسي وما بقاش عندي تواصل مع الدافع لي اخويا واش ممكن نعرف الكوطة واش خرجات ولا مع العلم انا عندي الروسي وما بقاش عندي تواصل ممكن تعرف يعني لا تواصلتي مع البريفيتورا تقول ليها بايت نعرف واش خرجت لي الكوطة ولا لا تشوف شي واحد انها ايطاليا يتواصل معه في حالة ما إلا بغوا اعطيه معلومات سيقول لي ايطاليا 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 اول مرة نصيب باسبور جديد السلام عليكم اول مرة نصيب باسبور جديد واش ممكن يندفع حتى انا ممكن لا دفع راكي الناس دفعوا غير بلا كارت حتى خرجهم باسبور عاد اعطاوه يرسلوا باسبور للبريفيتورا ترسلهم العمالة واش العمالة تقبلت طلب ودارت المعالجة وكل شي طالبت لباسبور راكي الناس دفع غير بلا كارت شوف ماشي نقول لك يندفع بلا كارت مشي تتخلي عندك غير لكارت وما تبشي الصوب باسبور تقول غادي ندفع بلا كارت لا خذ الباسبور ديالك ورسله للسيد وغادي يدفع لك بيه نسا هذي ديال لكارت هذي غير حالة حالة ما دافع وعندك مشكلة تطلع لك الباسبور وليوم كان القانون غادي عطيه لكارت غايدخل المعلومات ديال لكارت النمر السمية كل شي مكتوب راح ندخلنا لكارت ولكن مش كي تتقبل لك الطالب لبريفيتورة العمالة كتعود تتواصل مع الباترون كتقول لك رسل لي الباسبور ديال العامل فهمتون يا خوتي مالاحسن الباسبور ديالك تتصنى في القانون ما تبقىش تصنى خاس قصي الباسبور ديالك اخوة يونس عفك بغايت كونترا ما كان بيعوش اخوة كونترا ما عنديش اخوة ما عنديش كونترا طلعني نطلعك اخوة بالزربة و سننصد و سننصد و بشيسي لي يا اخوة بشيسي معك طلع التعاليق و سنشوك فورجا اخوة بشيسي يا اخوة عودك سبلي طلعني و مرحبا تحياتي يونس يوسف مرحبا بك توقيت ما كانش توقيت ما كانش توقيت ما كانش توقيت ما معروفش ما معروفش توقيت و ستجيني معلومات ان شاء الله غدا من افلينو و سنشوفو و انا معاكم سنشوف سنسول على البرفيتورات كاملين قبل ما يطلع التقسيم و نشوف حلطاوهم و وش فعلا بدون خدامين و لا حقاش بدون خدامين ما السمال اللي فاتت في الكوطة في الكوطة الجديدة و سنسول لكم بريفيتورات إلا بغوا وعطيني معلومات سنعيطليم و قبل ما يطلع التقسيم و اذا انتجام التقسيم و اذا ان تجدوا فشيء الذي يريدنا سنشاركو معكم سنظرني يوسف انا سنظر أخويا يوسف و بصدربة رأسلت لك استخدامكم يوسف اخويا و ماذا تعمل ساناتوريا لا أعرف اخويا ساناتوريا لقد قرأت القانون الذي يوافق عليه لا يوجد ساناتوريا لا يوجد ما يدفع قرأت كامل اخويا سوف تعمل اخويا او لا شي قانات اخرى او لا ممكن هذك اللي اعطان معلومة يقدر اغلط او لا ما معرفش ما نكذبش علك ما قالوش اخوية الساناتورية الناس اللي هنا يستافلوا ما قالوهاش اخوية انصطلع يعني مرحبا اخوية انا رسلت السيد لاخر ولكن ما ما اطلعش يوسف انا رسلت لك اخوة يوسف اخوية عاد سايفتي اخوية عاد سايفتي لكارت اذا سايفتي لكارت اذا سايفتي لكارت سايفت باسبور وما تفلتش هاد الفرصة هذي والسي اللي غادي يدفعلك يدفعك انتل اول وغادي الناس اللي غادي يستافدو ان شاء الله في القانون جديد دائما غادي نديروا فيديوهات وباش تفهم كيفاش هو هاد الكليك كيفاش ننقر كيفاش تدفع كيفاش تقرأ الروسية شنو خاصو يدير معاك كيفاش غادي عمر النموذج وبالزاف ديالحويش كيفاش ننقر باش نحصل على عقد خاصوك تقرأي خاصوك تقرأي يوسف اخوية انا رسلتلك تقريبا معدك شكونيكسيو مره انا رسلتك اخوية سولينا بريفيتورة فوجة شوف اليوم انا مشي سولي لعا بريفيتورة فوجة يجوبني سيد سولت لي كيدفع واللي سولت وان اليوم لي كيدفع ولكن باقي مجاني جاوة ان شاء الله غادي نسول جميع بريفيتورات على الحصة ان شاء الله جديدة ديال الموديل السي الموهي مرة رسلتو حلولد وما وش مقبلش ولم ما عندوش كونيكسيو تقريبا الله يسهل عليكم اخوتي الله يسهل عليكم والله يصبحكم على خير تانا غادي نمشي دابان دخول غادي ندوش ناكل ارتاح شوية غادي نعسى اخوتي الله يسهل عليكم شكرا